يعني بنحدد شكل الجزيء عن طريق التنافر بين ازواج الالكترونات الحرة والمرتبطة. ده عبر عن بريليام وعندنا بوند مع الكلوريد وبوند مع الكلوريد. هنلاحظ هنا ان الالكترون الانجل بينهم فعشان كده يبقى ايضا لينيار. هنلاحظ هنا ان الانجل البوند اللي عندنا وان هندرد تونتي فعشان كده ده بوند بير بوند بير بوند بير فعشان كده عندنا تلاتة بوند بير فيبقى بيبقى ترياجونال بلانر والجومتري او المليكيول جومتري بيبقى ترياجونال بلانر. كاربون دايكسايد. كاربون دايكسايد سي او تو سي وي تو اكسجين بيدابل بوند. دابل بوند. فهنجد هنا برضك ان الانجل وان هندرد ايتي فعشان كده الشيب بتاع المليكيول لينيار اولا اللي هي الشكل والجومتري بتاعكم بوند بيبقى لينيار. ميثين سي اتش فور سي وفور هيدروجين اتم بير بوند بير بوند بير بوند بير بوند بير فكان الانجل زي ما احنا شايفين وان هندرد ناين بوند فايف فعشان كده الالكترون جيمتري تيترا هيدرال رباعي والمليكيول تيترا هيدرال ايضا. همونيا في هنا دلوقتي تلاتة بوند بير ادي كده بوند بير وادي ده بوند بير وادي ده بوند بير وهنا في يبقى عندي اربعة عشان كده الالكترون جيمتري تيترا هيدرال. طيب انما لما اجقول بقى الشكل كله ايه هيبقى لانه بيتاخد على بس اللي هو الشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب لما اج اشوف بقى كنت متوقع ببقى ان هي تيترا هيدرال ان فجان لانها قلت عنها فبقت حصل لها حاجة اسمها يعني انكمشت ده نتيجة بتوين اللون بير والبوند بير وايضا اللون بير ده والبوند بير ده. فالبوند بير مع البوند بير حصل فعشان كده قلت عن عبارة عن اوكسجين وتو هيدروجين ااتومز. ده بوند بير وده بوند بير وعندي فعشان كده هما فور بير فقلنا تيترا هيدرال. طيب انما لما اجيب بقى او باخده على بس. فبيباني الشكل ده اسمه زاوي اللي هو طيب توقعي بما انه تيترا هيدرال ان الانجل وان هندرد بسبب ان هنا بقى فيه اللي هما طيب ايه اللي بيحصل? لما بيحصل دولة بيضغطوا على وده بيضغط على بقوة فعشان كده الانجل دي بتقل عن ما كانت في الامونية.